اشتركوا في القناة 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 تنديل الاحتفال دينا في المغرب كامل في الجهات كلها ستشوفوا على أنها بواحد النجاح إن شاء الله لأنه نجاح سيكون للطبقة العاملة فعلا لأنها هي القلعة الحقيقية والنضال الفعلي لأنه اللي لا يعرف الحي المحمدي كاريان سنترال اللي بدأت فيه المقاومة الحقيقية كاريان سنترال اللي بدأت فيه النقابة اللي كانت على أنه من المؤسسين إخوان المنادلين من الحي المحمدي الشعلة الأولى لاتحاد العام الشغالين بالمغرب محارب الكاتب العام للشبيبة الشغالة المغربية الشبيبة الشغالة المغربية اليوم تتجند ضمن تنظيمات الاتحاد العام الشغالين بالمغرب للاحتفال باليوم العالمي للعمال وهذا السنة هذه خاصة بمدينة الضربضة وكي حضر معنا الأخ عزدين بوزيد اللي هو المنسق الجيهوي دي الشبيبة الشغالة بجهة الضربضة هذا السنة ارتأت التحاد العام الشغالين على أنه يدير فاتح ماء في القلعة الصمود النضالي اللي هو الحي المحمدي هو المركز التاريخي دي المناظرين سواء دي الحزب السخلال أو لا التحاد العام الشغالين بالمغرب وإن شاء الله سيكون هذا الاحتفال متميز لأنه يشهد توقيع دي النقابات الأكثر تمتيلية على الاتفاق مع الحكومة اللي كانت فيه زيادة في الأجور اللي دائما نقوله لأنها مكافيش ولكن هذا بعد مكسب غادي ننضيفوه المكتسبات اللي راكمناها عبر سنوات دي النضال طبيعة الحال فغدا إن شاء الله غادي نكونوا كشبيبة شغيلة في مقدمة المسيرة متجندين وراء القيادة دي الاتحاد العام الشغالين بالمغرب باش إن شاء الله نحتفلوا بهذا الانتصار وأيضا نبرزو على المطالب دينا اللي باقي هي مطالب مشروعة وباقي هي مطالبو بها وغنبقوا دائما نطالبو بها